بسبوسة بالشوكولات في الخلاط تجي خطيرة بالصوص رائع اولا نقضبول نوضع فيها 3 البيضات كأس حليب كاس لا ربع زيت كأس لا ربع سكر كأس عامر من سميدة ملعقات كبيرة من الكاكاوكيس من خميرة الحلويات نوضع الكل في الخلاط ونخلط الكل جيدا مدة دقيقتين ندهن الصينية بالزبدة ثم نرشها بالسميدة الناعم ونسكب البسبوسة لدرجة حرارة 180 نار من الأسفل حتى الطيب ونشعلي اللي نعمل الأعلى مباشرة من بعد ما نخرجها نقسمها نتركها الجريبة نحض رصص فيها كأس من الحليب كيس من الكاكاو عشر المربعات من الشوكولاتة ملعقة صغيرة من النشان تركوا لكل فوق النار تيوصل لمرحلة الغالية مباشرة نسكب الخليط فوق البسبوسة ثم نعود نقطعها مرة أخرى وأنا أخذت قليل من دانة شوكولات وعملت زيكزاق وصحة والرحلة كيك تكون ألد وأسهل بسبوسة وأجداء جربوها أكيد غادي تعجبكم ترجمة نانسي قنقر